السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حصة جديدة في عدد جديد من حصة ديننا في بيتنا إذ كنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد مرحبا بكم في قناة وقناتكم قناة ابن العرب أدعي مباركة للوقاية من الحسد قد وصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي حينما نمسي وحينما نصبح الدعاء رقم 2 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فيقول إذا أصبح أحدكم فليقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمس فليقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أما الدعاء الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي في دار فلن تصيبه عين أنس أو جن في ذلك اليوم وأيضا قراءة الآية رقم 39 من سورة الكهف لن يحسدك أحد ولن تحسد أحد هذه هي أدعية اليوم لحصة ديننا في بيتنا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا